السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واصدقائه كنتم منها تكونوا بخير ولا خير شكرا بزاف 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 على السببور ديلكم على الدعم ديلكم المتواصل وأخيرا نوصلنا لثلاثين ألف مشترك ولله الحمد لقنات غدا وكتكبر الحلم الكبير هو أنا نوصله لمية ألف مشترك وان شاء الله قادرين مع الأخوة مع الأصدقاء بالسبور ديلكم بالدعم ديلكم المتواصل وبجيم ديلكم لهذا الفيديو إن شاء الله سأجيب لكم مواضيع فسيبرت للمحتوى وأنا كنتم من الصراحة حتى نكون عند حسن ظنكم كما تشوف العنوان واش ممكن أولا نشريو تجميعا من موقع الإلكسبريس وي بوستي بالأخي الكريم وإن شاء الله اليوم أخشرت لكم تجميعا ممكن تساعد بها إلا كنتي جديد في عالم الإيديتينج أو لجيمر فأهلا وسهلا بك في هذا الفيديو بالنسبة للفيديو اليوم المنتوجات كاملين أخلي لكم الرابط ديالهم أسفل الفيديو والموقع اللي غنشتريو منه هو موقع علي إكسبرس لذلك على بركة الله نمشي والأول حاجة سنحتاجوها اللي هو سيبيو اللي هو المعالج البروستيسور اخترت لكم الريزن 5500 الـ Air 5 صراحة هذا المعالج معالج قوي من الـ IMD معالج كندون سيكفيك أخي الكريم سيخشوف اللي قد يدفع له كارتغرافيك صدقني أن تجربة ديالة مع الريزن مختلفة بزاف على الانتل بطبيع الحال الانتل ناكس جنريشن سيكون هو وعر بزاف الـ E6 الـ E9 ولكن على العموم فالريزن 5 صراحة من أقوى المعالجات اللي تجربتو معنا شخصيا طونك أول معالج خشرت لكم هو الريزن 5500 الـ Air 5 بالنسبة لبخي دياله هو 1000 درهم ولكن لفغيزون كتخلص على 374 درهم وكتجيك عن طريق ستندار الاليكسبرس بالنسبة لالستندار الاليكسبرس أخي الكريم سيصل لك عن طريق سبيدا في حتى الباب الدار بلا ما تخاف من ناحية الجامعريك في الغالب أنه لا تنزل عن طريق الجامعريك لأن المنتج لا يمكن أن تنزل حتى من المعالج وفقط مهالج على العموم من الأحسن أنك تخذ الجميعه ويهي مفرقة يعني لا تجلب فتقة وحدة على حسب بطبيعة حالة يكون تماماً طالع بزاف فالرد البل لها المسألة اول منتج خشرتنا هو الـ Progester المشول الثاني شيء خشرتنا في جميعه اللي هو المادربورد لوحة الـ بطبيعة الحالة أنا حاولت نختار صراحة للمسألة نظراً لأنها عندها واحد صمعة وعندها شهرة كبيرة في عالم دي الهاردوير وأنا شخصياً صراحة عندين مادربورد مدربورد نظراً للمسألة كذلك بطبيعة المعالج صراحة مادربورد ستكفيك أخي الكريم ضنق التمن دي الهاردوير طالع شوية ولكن ستأخذ مادربورد عزيز المشاهد الف وخمسمية وشميني وشميني درهم بالنسبة للمادربورد رأيك تجري عن طريق شويس لا تخلص عليك شي شي حاجة سأعطي أحد المسألة أخي الكريم أنا في هذا الفيديو أنا ماشي سأعطيك هات الشي ستأخذه ممكن أن تجري ستحبط تشوف المادربورد اللي ستنسبك انتها ساب البديو ديالك أنا فقط سأعطيك النصائح دي كونساي ممكن أن تساعد بهذا الفيديو مستقبلاً لأنك تشري من مواقع الإكسبرس وربما كما قلت لك يكون فعل خير عليك انتها لك تشبحت على تشري جميعاً من مواقع الإكسبرس كلت 191 فوندي تباعت الأشخاص طبعاً كانت الـ customer review بزافة الناس اشتراوها شوف كيف هشكت وصل يعني صراحة ما عندي منسة للمسألة كتبقى من أفضل واو والشعار بالنسبة لما تبعني رأي شايف الـ PC رح شال بواتي عندي بصراحة لم أحطت لكم البواتي هنا نظراً لأنها موجودة في السوق تقدر تضمون ديها من setup game أنا فقط هنا كما قلت لكم كنت أريد لك أنك ممكن تشري جميع من مواقع الإكسبرس تشوي خشيار روابطاً نخلي لك أسفل الفيديو على العموم بالنسبة لتمنى 1588 درام وسوف يوصل لك عن طريق speed up يعني ما تخلص شعله الجماريك ولكن خسك تنتابه متحاول الشيطة بزاف دي الحوائي يجيوك في طاقة واحدة رأي شدو لك في الديوانة على العموم هذا كان بالنسبة للمدربورد ده بغى نمشي ونشوفه رامات بالنسبة الرام انتبه لهذا المسألة أخي كريم متحاول شخص تخذ 16 رجيجا في طاقة واحدة خذ 8 في 8 او لو كنتي سراح عندك بيجيو يخذ 16 في 16 اللي هي 32 اشتغي يا اخوي احمد ارى بزاف ان اخذ 16 لا اخي الكريم ما بزافش إليك انتي من الناس اللي كتدير الإيديتينغ سيغتوه بال4K اللي كتكتصور بال4K بالألترا اشتغي وكتقلب على الهي سيتينغ كدريك كتدير الإيديتينغ بالهي سيتينغ كن على يقين اخي الكريم انها تنفعك 16 في 16 اللي هي 32 جيجا او لو ممكن تسعن ب8 جيجا في 8 جيجا وتخدم وانت مرتاح بالنسبة للإيديتينغ على الأقل المينموم خاصتك 16 جيجا والماكسيموم 32 جيجا عند تجربة خبراء اكدوا باللي 32 كتتصورة بال4K كتقدر تدير الإيديتينغ بال4K وانت مرتاح اما 16 جيجا حتى هي هتقضي الغرض ولكن ماشي بحال 32 على العموم التامن ديالها كتراوح من بين 624 درهم صراحة على سب شنو ختاريتي فانت يا أخي الكريم لك الخشيار ختار اللي عجبك ممكن تدخل وتشوف وتعزل انا ما غديش نكمكتلك نعطك شي حاجة اللي خاص كدروري تشتريها لا ممكن تجي وتختار انت اللي بغيشي اما بالنسبة للتامن دياله فهو 648 درهم اللي بغيشي على طريق سبيد اف دونك ما تخافش كين اللي غيشي بالكتل الدار ما غتخلص على شاشي حاجة ونمشي ودابل برو دوي ديال كينغستون اللي ختارت لكم اللي هو الس دي ركز معي مزيان فهذا المسألة وركز معي مزيان هاتش اللي غنقول لك ره مهم بالنسبة ال امدي توقع ولا الس دي بس عام فاش غدي نفعك 500 جيجا ونوان طيرة انا ما نختارش الكميش 250 لان عارف علاش ما غتكفيك بس ديالي فيه تقريبا على ما يقارب 3 طيرة وما كافينيش وربما انا كنت استخدم بالزباد ال ادي شينغ في ال جيمر كنت رجي الالعاب ندر لهم تاست بال config اللي عندي ولكن ارد البال الاقل المينموم خاصة 500 جيجا لان لان اللوجيسيالات الادوبية سيقوم بعمل لك 500 جيجا حتى الوانتارا كان هناك واحد المشكل مؤخرا ولكن قبل هاد الاقل ان الوانتارا كانت ترخيصة انا اخذتها تقريبا 500 و 500 درام تقريبا وطلعت على الماركة التي اخذتها كانت لقى هاد 1 درام لك ارتفاع الاسعار على جميع SSD AMD 2 اشتري سترخيص اول مرة ف الس درام غلب خصوصا الوانتارا و اذا كان لديك بيجي ستأخذ الوانتارا و كان ما لديك بيجي كافي ستقدر 500 جيجا الوانتارا لك الس درام مهم عندك تقريبا HDD عندك تفكر و تشري HDD وتركبه في PC Gamer لا يعقل PC يريد لان في الحل تصبح مجموعة مجموعة جيدة لله لذلك الأمر يأتي كل شيء يصبح تصبح نظارatoon 1 900 درهم من تصبح منه 1.9 100 جيجا 547 درهم منها تبقي tenemos خطة طويلة ، في النسبة للعلمة كران ستكون صميمة مع الكران ، صحيح إستتخدم الجيجا تطبيقه جيدة لإسم و أيها حتى الاستخدام ٥ 500 جيجا و كتب الهوانت spins المصروني من الفيديو نمشي مع الكارت غرافيك للي وخا صراحة ممكن نشوفها ضروري تشريها من عليكس برادة لانها موجودة هنا في المغرب بلس كأن الكارت غرافيك على العموم في موقع عليكس برادة كي يكونوا تشعرون ويجبون تباعد ومازننا صراحة تخدمي بهم الى يوم من هذا يمكن هذا لأنها مستخدمة أحبتي و أعجبك الحال و أعجبتك كارت غرافيك أحبتي تشتريها من موقع الإكسبرس ستجدها و لا أدري أن يشيروا الكارت غرافيك من موقع الإكسبرس ستقونهم مزياني إلا ذلك الرخاص الذين يكونون فيهم مشاكل المهم بالنسبة لكارت غرافيك الرتا اكس 3050 كافية 8 جيجا في الفيرام قاعدة الغارات تعبتها لجو و تستطيع الوصول إلى 4K لذلك اخترت لكم الرتا اكس لأنها مستقبل كروة الشاشة هي الرتا اكس المعلومة أخي الكريم خديتها من عند الخبراء الرتا اكس ركز عليها مزيان أنها مستقبل كروة الشاشة و حالين رأى انفيديا رأى صبحات من أوائل أو ربما من أقوى الشركة في العالم التي تصعب الكارت غرافيك و حتى ميزاني ديالها رأى كتش فوق ميزانية الدول على العموم هذه كانت فقط معلومة بالنسبة للتمن ديالة 3873 فهذا الشاشة و تقتل المغادرة و تستطيع المغادرة اما هل ستبقى الاخر منتاج لكنك من غير ماثر أو مره مره ان تحبك من قصر فاخر الكريم تصدقني قد تستطيع أحسن منتاجة في حياتك اللي هي منتاجة منتاجة المغادرة في العالم لماذا أحمد أحسن المانيطة في العالم؟ لأنها سيختي في أولاً عند الإكس بوكس ثاني شيء تعمل في PSC و تعمل في الإكس بوكس ثاني شيء تعمل فيها تقنية الهول إفكت هذه التقنية التي تجعل المانيطة لا تخسر تجعل الانالوج لا يحمق الكيمة في الجويستيك أو المشكلة للستيك دريفت التي تعمل في المانيطات سواء في PS4 أو PS5 أو Xbox هذا المانيطة في جيمسير مانيطة إنك و خنعي يُصف عليك عندما يكون لأخذ أفضل المانيطة في العالم سيبطرتك على اوريك في PSGamer أنا أصرح هذا الأمر نستخدمها في PSGamer و في XBox والله الحمد أحساس هذه المانيطة أعجب فيه عن المانيطة التي جعلت فيها بالنسبة لخدمة هذه المانيطة سأجل أجل أربعين من المانيطات اشتركوا في القناة